دفور مايسارة عمضان الحسن هو دمير دراسة كلي تصور ورد القاهرة كما برميني من دفعة واثنين وبلدياتي من أسور نزل بوست مبارح تاريف تاريخ تاريخ اه فبراير بيتكلم على التعاول الشانسوس اه صورة البوست قدام حضراتكم اه رمع بعض الجزء اللي انا عرض اتتكلم عليه طب بتكلم هنا على كتاب وميجي ادوارس ولمداد مصر عندنا وبيتكلم عن انها قعدت في ابو سام بيرد ست الشهور الماوس هنا لبشاونا هي عادت اننا ست شهور او عادي اوه نقاط الوقت هنا هي قعدت بابو سامبل ست اسابيع من ست شهور وعشان الخطأ يتركب عليه خطأ تاني فالست شهور هي بزبط القطرة من 18 ستمبر الواحد والعشرين فبراير ان هو بيقول انه الظاهرة الفلكية كانت بتحصل قبل انه يفيون 18 ستمبر مش اكتوبر خالص 18 ستمبر وواحد والعشرين كبرا فهو خطأ تركبه على خطأ فست شهور لا طبعا هي قعدت او سامبل ست اسابيع من ست شهور وطمانطاشر ستمبر طبعا هي مفترة بانها في اكتوبر نريد ان نشوف كتاب اميليا ادوارس هي قولة رشلة الالف وي ونتأكد المعلومة اللي بيقونها من دكتور مايسر نرس الكتاب وزي ما تشوفين مع بعض دل فترة لتتلن فيها وبتقول من الموضش ان تشاهد شروق الشمس على وجهة المعبد الكبير ولكن الموضش شرق ان اروع يحبس في قلب الجبال في صباح ايام وعيام للسنة يعني هي ما حددتش اوكي لسبتمبر ولا رش سبتمبر عندما تزر الشمس فوق قنم الجبال الشرقية يتخل شرع طويل من المدخل ويشق الظلام الباخلي مثل السهم ويتسلط الهيكل مقصوب بقمع قدس القدس ويسقط مثل نارة النازلة من السماء على المزبح الذي عند اقدام الانيح برطد التمسيط طبعا فعلا هناك في المزل ولا يشك احد من الذين شاهدوا نذوي هذا الشرع موضوع الشمس انه يعطي تأثيرا محسوبا وان الحفل قد اتجه مباشرة بزاوية خاصة بحيش يسمح مثل هذا الحدث يعني حتى الست اللي اصلا مش اسرية بتقول انه هذا الكلام عمون بزاوية خاصة عكس بيقوله الدكتور مأسر بالونس وبهذه الطريقة يقال ان راعا الذي يخص السلاح وهذا المعبد يدخل يوميا وانه يقدم بحضوره دليلا على قبول وبتضحيات الذي نعب طبعا شرع الشمس يدخل يوميا بها يدخلش مستقيم لغايد قدس العمس والاولي جاينا سأطيقا ينسكو وانزعه في الصورة وانضع في حداتكم ونشوط لعبعد كده ايه المرسوم مرسوم الشمس تسعة عشر اكتوبر تمنتاشر اكتوبر تسعة عشر اكتوبر عشرين اكتوبر واحد عشرين اكتوبر اتنين عشرين اكتوبر طب المعبد كان فين اهو كان بين هنا ادي المحور بتاع المعبد يوم كام يوم تسعة عشر مشان ناس ما تقولش انهو تان يوم عشرين واصبح يوم واحد عشر لا تان يوم كام يوم سعة عشر حتى هما ان هنا جايبين اهو الارتفاع يتنقل المعبد بي سبعة وستين مكر والمزاوية اللي هي اه شعاع الشمس بيقودها ستة وستين دول طبعا كل الاشعاء دي متوازية ومودي بي اه سبوت او داوية ميل شعاع الشمس في الايام كلها وكل طبعا الفطور دي متوازية بدرجة ستة وستين دولة يبقى انا كده بصحح خطأ انه انه مسكم ازا مش عفين بيقول انه تاعة عشر اكتوبر مش عشرين واصبح واحد عشر طبعا دكتور ويسارة ملش في فلق عشان كده بيقول انه لوين تاعة عشر سبتمبر واحد عشر لانه لو كان يعرف فلق كان يعرف استحالة يقول سهر سبتمبر شهر فبراير ليه ايه السبب لانه لازم الشهرين ترتبعوا في السنة يقول مجموعه اتناشر فشهر فبراير بوه شهر اتنين في السنة شهر اكتوبر انه لو هنكده بالصطأ شهر ستمبر شهر عشر وعشر وكتبوه اتناشر لو بيدي ايه عالكلام ده وانه واضح جدا حتى للناس اللي هي ما تعرفش فلق احنا عندنا الشمس بما بتطحل معبد الكارنوك تخلوا امتى في ديسمبر وفي ديسمبر شهر كام اتناشر وهو ريه اتناشر عشان كابلت فلرة واحدة في السنة ما بتدخلش مرتين في السنة فايزا في اي معبد تاني الشمس تدخل لرتين لازم يكون التاريخين مجموعه ويساوي كام تساوي اتناشر على سبيل المثال فحكش بسود حتلاقي التاريخين فعلا مجموعه يساوي اتناشر وده الف ب فيا ريت اللي ما يعرفش فلق ما يقولش حاجة ما يعرفش اه والبرامة ما تكلم عن اخطاء تصحيح ان اخطاء فهنا في الجروب بتاعي اللي اسمه هاني زريف عمو القصار الفلكي بمصر القديمة زي ما هو واضح هنا وقدام حضراتكم انا كاتب على هودية الشرسية الاحتفال بظاهرة نفاذ اشعة الشمس وقدس الاخداس ابو سنجل نفاذ اشعة الشمس لو نقولش تعامد او تعامد معناها زي العمود كده من فوق لتحت حتى بكل البقات الاجتمابية اسمها الايينجرنت استفاف انه على صفح واحد مع محور المعود لو قلت تعامد ممكن تجاوزا ومشي اه يعني نمشيها ونقول تعاود على ونحي تمساء لكن تعامد لوحدها حاليا اليوم ده اتمنين وعشرين اكتوبر الصحة مفروض تلاتة اشعين مش اتمنين وعشرين كلام ده مش كلامي كلام ده دراسة عملتها اه ناسا جابت ناسا للوضاء وانا جايب هنا الصور اهي للزوايا وللبحس اللي هم عاملين وبيقولهم هو تلاتة وعشرين اكتوبر واللي راح ملقم ابو سنبل او اشترق البطرة عربعة وبالله بيوم بعدها بيوم حلقة فعلي امتعتها وعشرين الشمس فعلا اه الزاوية بتاعتها اصح وانا جايب هنا فيش انحراف لها وبتقول الدراسة انه بعد 800 سنة من يوم ستفتفي هذه الظاهرة تماما ولا زي ما اعلق عن الموضوع لشباب فانت يعني الساب بالوراء والألم يعني ملخوش بتهدئت يعني يريد المعرف لما دكتور بيصار بيتكلم عن الموضوع من الشمس وشندن وانا بقيت فينك عمل كدويدا بس عشرة جسيرة من الملس هو طبع باستفاق عريم احنا جايب معبد زي ما الصورة واضحة هنا عندي من المسبوع الكرنق وبلاية فصل الشتاء اه شايفين انا عمل ايه انا لسه مخطين رؤسيين وقرس الشمس الى البوابة الشرقية بتاعة معبد واضح يدن طبعا ان الشمس يترح شايفين البوابة اين وشايفين قرس الشمس في يعني على مدار الاف السنين والفترة اللي بان فيها المعبد ده من الهردة جايب جلس انه حصل له انحراف حاجة بسيطة نسبيا بالنسبة لعدد الاف السنين فما نفعش قول انه كانت التعامل يوم 11 ستمبر بدلا من اكتوبر كده بيقول بصراحة انه هو ما يعرفش حاجة في الفجر دكتور مايسارف كلامه هنا في الو بوست بوال تان بيقول انه ترجم جميع النصوص الوجودة في المعبد وما لا اي حاجة بتتكلم عن عن الزهر الالكية طبعا ده كلام ما رجو ده ده مدوانة بتاعك مسميها الصدام الحكمي طبعا نقصد بصدام الحكمي بين ناس اللي هي بتتكلم عن موعدة والقصر الصدام الحكمي الذي لا مفاعل اوكي انا يهمني جزء محدد حقراض الوقت اللي هو النجل النهج التقليل التفليلي الكلاسيكي في علم القصر انا كاتب كذا بالنص ده ضد بتاعي على بك بصر انا يقول ما يوجد ادلة اسريا مش مش هو الوحيد طبعا لذلك نفس الكلام عن اي ظهار فلا بيعمل فلا كاتب الى والك القبيل الخاص في هذا الامر نفهم اولا مشكلة علم الفلاك الاسم اوكي انا كاتب انا فلا الاسم عشان نبصر طبعا الان هي ان الادلة ليست كما هم تعرف عليه بين الاسريين فهي ليست من نوع التقييد مقلوب لها اي انها ليست ادلة مادية ملموسة تخرج من الحفاية كما هم تبع الاساسيات علم الاصر طبعا مش بس تخرج من الحفاية حتى وصوص دكتور بيقول بل انها ادلة عقلية مبنية على فهم عميق بوصول علم الفلك والمبادئ الاساسية ومفاهيم عام ليه لان علم الفلك الاسري وتقدم الوضاية والابعد الخندود مش طرر الى عديد من الاسرية يعني مش لازم ايكت الناس شايف الشخص بخط هيكتب ليه يعني شيء واضح حتى 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 واضف وضوح الشمس هيكتب ليه ويحتاج لأي العلم فكت رصم ده نبك الاسرين يبحثون ماديا على المادية المنوسة ضبط خلق يوض برهال ساطع وليست قر بينما الفلكيون يبحثون عقليا مش ماديا عقليا على الشواهد اللي مؤكدا انتياف ماشية هذا العلم من خلال تطبيقه في العبيد للمباني الاسرية فهي لو العملية معبد واحد او سنب ولكناش كلاش هنلاقي سبعة طاوش معمدتين طبعا عشوره من تقليل عرفيين لان بالميديا والاعلام بلاتتسلم عليهم ويكرنك حكش بصيب البر يباح عنيد ويقص القروط الفقيل و لتقليل لتقليل الفكر الازهان هل عرفنا وجود الله بالعقل ام بدليل مجدي ملوز اللي بيقول انت بقى عاوز نص بالظبط زي كده يعني بقول استغفر الله العزيز انه لازم ربنا كده ايه يظهر لب نفسه عشان اتأكد منه بالظبط كده هكذا علم الفلك الاسعي يبحث عن الضوار التي تؤكد هذا القنف ان فيه وجود علم فلك فعندنا عندما نوم عن النظر في وجود الحديد من المعين الاسعية كل شيء فيها مخططا له بعناية فائقة ومحكمة وضفيقة بشكل مذهل فلكيا من حيث تحديد الاتجاهات والزوايا معافلة بس اطبر مثال واشهر مثال في الحرام الاببر الخطأ في توجيه زوايا حاجة بسيطة جدا اجزاء من الدرجة مش ضرق اجزاء من الدرجة وده ما تحققش الا بيخالك نرجع نكمل فان هذا الامر يدفعنا للاعمال عقلنا وعادت التفكير حاجة نفاجأ بما يؤكد ان هناك ادراك متقدم للآية للمعرفة الفلكية ان عندي من مقابل الاسرات من مقابل التاريخ حاجة نتوقفها فلكيا وايضا كذلك يقبلنا بالفعل ببوض المفلك تطبيقي يعني عملي واضع وصريح ومتقدم ومستغل في محل المناسب واللغة فالاسانيد الفلاتين والحجد العقلية لشان ما اديه بقى المقنعة التي تؤيدها القرآن تبعلي فرانية تصبح اكثر ارجحية عندما ندل درجة عانية جدا من التطور على مدى ايام متعاقبة من تتبع تحركات الاجرام ده اللي انا احنا عندنا هذا الحاجة ما بتبلغل ده من حوالي كان يعني مش اقل من ستلاب ابن الولاد ونسبة عندنا بحق عادل من تده بقى لافتك محاولة الاجرام محاولة القرآن الاجرام تلا مش بس برهان مش بس دليل الابرهان صاطع حيث لا يعوزنا بعدها دهين مالك لما تتكلم بالطبع ما يسرع عن ايميلي ادوارز ودهت نصي موضوع قالب الغص اني تعمل نواجه التمثال ماش اي تفصيل لان مين اللي عمل الغص على المنو ليه ولا على اي تمثال ولا على اي حد لديك نفن بعد مستوى بما هو يفاق الصورة دي صورة عديمة شايفين التمثيل والبص مع بعض كده شايفين الرملة اني كانت مغطية الملطقة دي فبالتالي كان اسهل تمثال وصول اليه هو التمثال لو حد عوزته على التمثال الرقصي دي وده اللي حصل لما عملوا بص خطبك الاصل من الغص يعني حقوا جص فوق التمثال عشان يعملوا ايه كوبي من رأس هذا الانسان مين اللي عمل دا اللي عمل دا اللي عمل دا جوزيف جلوني دا الشخص اللي كان مفروض القومي صار قول عليه وعملوا ليه عمل عشان ما تعمل يضعهم وجات ايمالي ادوارز صلحه ربو ما قالش يا صلحته الزال راحة هذا التشويل بص دا عافية عملت ايه بيش هتتخيره جابت القهوة جابت تركي لعطينة وعملت جانونات كبيرة جدا لانها قاعدت تضلق على رأس التمثال عشان الابيض اللي هو مجص يتحول للو من ايه هذا دا يمكن ان هو اشبه حاجة بالوض الحمر اه طبعا دا بعد كان ليه الجص الاول دا اكيد دي صورة لكن في صورة ثانية هتوضح الوضع بالصورة اوضح يمكن واضح هنا ادي في بوز ابيض جدا هنا في صورة ثانية من زاوية ثانية هتأكين هذا ادي الصورة الثانية اوضح بالطير طبعا شايفين اللي هو الابيض قدي وضح جدا طبعا مقارا بباقي التنسيج واضي الربن لانا قلت لكم الصورة ثالثة بتأكتل نفس الموضوع هنا الرمل اكتر نصري اهدا من الصور الثانية واضح النول الابيض واضح مدا على وش الانسان واضح صورة اوضح لفس الراكاية واضح جدا اللول الابيض اوضح ما يكون واضح الرمل اللي كان في مع ويبا زي ما قلتم لكم واضح السلم اللي كان تمس تطلع عليه تصم التمسال وتسلق الى ان يصلوا فوق زي الافخ ده اللي موجود هنا بالمراسب عندنا صور في واحد فعلي موجود هنا وتصور فوق بباس التمسال ده والشقي كيف نحن تشاكين وعندين هنا سآلة بين الرسين يعني بيطلع بيطلع من هنا من الرملة على سلم على رقيب التمسال على دراع وغاية الناحية التمسال ده بزن ومحضرة بتاعة الكوبة عملتها عن علم الاثار اي فلك في مصر الانجينة زي بها كاتب كده ان الفلك الحجيس هو عباره عن علم له اسس ومبادئ اساسية ومقفين معامة لابد من في المان به ولا صحب ان يتصدى من لا يعرف كيف المور بالفتوى كمال مجراء انجحن بفلك علي ارجال من قال ان اتعامل الشمس في البطل وهو انا منافي حتى للعقل لي طبعا منافي بالعقل الشمس بطل عملي ياري معينة كل اليوم الزو التختلف من نحة الفلك ونفع بقص وان حدث في مارس للربيع والاغسطس للخريفة يعني هم كمان يش كده في مارس وفي اغسطس لعشان مارس يتدار الربيع لوئي الام اغسطس ويتدار في معناب كام بست شهور تسعة يعني حينو شهر مارس تلاتة بدأ فبراير يعني يدودو شهر بين اثنين لتلاتة ولي مارس وبدأ ما يبقى شهر عشرة وقصو شهر شهر اغسطس شهر تسعة سمعت كمان انه هو الجملة الاخيرة انه حتى تعبد الشبس في كارنق بيحبس مرة ليه بس وات بأبو سينبل بس نمس مارس وكارنق مارس طبعا الان كي طبعا ما يتهمش حتى اتاك اول انه لازم ان الكماني الرقم 12 كان بحس سلط بو سينبل في مبراير هو اكتوبر شهر اثنين اكتوبر شهر عشر من محكم اتلاشر طبعا مليت اتلاشر لمسا كل اتلاشر شهر عدلا ما يلف استمد اتلاشر عيني لازم بتوط ان يبقى كام اول اتلاشر لكن هو كارنق بيحسن اصلا بشان اتلاشر معدية الشبه فهو اتلاشر مش يحسن اليوم الا مرة واحدة اه فعندنا مضوعة من الافضاء الفكيرة لما نيجي بتتكلم في موضوع ابسن اول قطع اول انا كدب هنا تتعامل بالشمس التجاوز اللي بتبقي بحضر ربع لنرس يشكر لون بتوعصات لكن هل انا نعرف ان استقيم على محور اول قطع لقوضو انه تتعامل اشعة الشمس على تمسيل بلس يوما عندما كان المعبد في الموقف بسبب ايه بقى تغير قط عرض للمعبد بعد النقر قطع نشع ليه من اسوار حتى الخدمة السودانية حوالة 350 كيلو متر لا تتغير دائرة العرض بالصور درج متخينين برق محنش قلمي بغير قطع العرض وتمتد دولتنا طولا اقل من 10 ضربات اوكي دا الدولة كلها يعني اقصى الجنوب من الحدود وقت فين من راية اقصى الشمال عن والسكن فلا موفراش في موضوع قطر فهذا الارتزاد المعبد الخلق عالي 20 لتر يؤثر فيه تعالى العرض انا كاتب من الرد شعر رمضان تختلف موعدة بفطار من بوع مسجد ولا من بوع الدقاء اخد ولا غير ولا تصل لساعة ما هيك ان تصل ليون يعني التلفات الى دقائق ولا ساعات مش هتوصل لايام لبنوضع هنا الى ثام 22 اكتوبر و22 فبراير بدل 21 اكتوبر و21 ولاسل الفقر ساعات فقط لعدية التوقيت مقاراة بدول اخرى ليس الا لو حمستني التوقيت العالم او الملاطفة الزمنية للدول او زمن هذا فضاء الى قضاء التاني كنت فضى دكتور ويشار يدينا حاجات زي كده تتعمل اشاعة الشمس على التمسي بردس المعرض يومي مولد التطوير تعمل على ثلاثين لو مصطلح الصح زي في السلايد للأبل كده المعقول تعمل اشاعة الشمس على التمسي لازم نقول تعال لأ التمسي او كي الرد يسكو تنت تنت عن درس كتشن في بتاب عرمسي ستاء تولى العش من العام اللي كان بقابل كان يوم 18 ستة الردد دا دكتور والكتاب دا الرساية تحت مقص دا لا يبدل اثري يحد يوم تتوير بحنا عند يوم تولى العش عفل 18 ستة لكن ما عندناش يوم تتوير 18 ستة طبعا من ابش لا شهر اثنين ولا شهر عش با الخبر التان بد السنة بالمصير القديم تعمل بد السنة بمعنى قصف مش تعمل بد السنة ومربطوه مع بد السنة تتعمل اشعة الشمس عتمي القفص وحدث المعبض بسن يوم 22 كتوبر بد موسم الزراعة و28 فبراير بد موسم الحصد وليس كتير بتقول هذا كلام كلام دا مرض يقول ليه يعني سببه لأن السنة الوصيلة القديمة كانت تبدأ بين 17 إلى 19 يوم وموافق 11 المؤول كل هذي التواريف اللي هي ايه اللي هي بتاعة 20 اكتوبر 20 فبراول و كل هذي التواريف محسوبة تقل التقويم اللي يوم أسف أنا أصب 17 إلى 19 يوم يوم موافق بس التقويم اللي هو مسبة تقويم القبط عشان تقويم احنا 11 بقى تقويم يوم يوم و ليس التقويم الجريبوري انه الميلادي مستخدم حالي 22 اتوبر و 22 فبراول الفرق جميع هذي التقويم مين انه يوم 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 نفسه سبب الاختلاف بيوم يوم من ميلاد الميلاد انسى 20 ديسمبر في الاربو عنده سبع الميلاد في الشرق عشان كلا حاشرح التدين المناسبة الفرق ده بين الاردين 13 يوم عمار عن 10 ايام اضيفة عام 1982 يتلاقوها منذ مدمع نبريا سنة بلتولية 25 ذات 3 ايام اضيفة منه عام ونفس العام 1982 ومتوسط يوم كل 128 لو حسبت الفرق انه العشرة تيام لداية الان مرمع نقية 225 الى سنة 1582 واسمت الناتج على عشرة حتلاقي في يوم بيضب كل كان كل 18 او التاك اليام الوربيفة لنزو عام 18 الان 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 السنوات اللي هي السنوات القرنية الان الان قرن للعار يقص بس القرن بتاع ايام القرن مع الان الان فحنا عندنا من 1580 الان اول حال 1060 لأول سنة قرنية 1700 11 1900 1900 2000 2000 2000 حتلا يوم 5 سنوات قرنية بس عندنا سنة 1800 2000 دولة 60 من هو 29 بدل من 28 ليه انهم بيقبلوا قسم على 400 بدون بقر نرجع الموضوع موضوع موضوع مية 28 وهنا هنشوف بالتقريب برمسيس حكرا في القرن كان قبل الميلاد ونضيف عليها هذا الرقم الان ده بعد نطبع وليس موضوع مية 28 هتفضل بعدد الايام كبير اذا كان احنا عندنا من 325 ميلاد من 1880 ميلاد 10 كيام احيان من الايام كبير ده الخطأ الكام ده الخطأ رقم 3 ونكمل بقى ايو القطاء الرابع الناس تقول تتعامل اشعة الشمس على موضوع السرطان حوال 60 في جنوب اصلاف للقلاب الشتر ده تتفعل مع ما صحيح 21 سن حوالي 70 كيلو باتري عند الشمس في حركتها الظاهرية شمالا تصل لبوسمبر شهرين قبل 21 ديسمبر يعني في 22 اكتوبر شهرين قبلها ثم ترقلت حركتها متالية عن الجنوب العكس تصري اقصر الشمال وترجع كان الجنوب وتصل لبوسمبر شهرين بعد 21 ديسمبر يعني امتى 22 فبرا شهرين قبل اكتوبر بدل ديسمبر وشهرين بعد ديسمبر اه التفسير ده فلاتين وضغرافين اعتبر صحيح بس التفسير هو دي بقى هذا التفسير خطئ تماما مع المعلمات دي صح بس التفسير هو هذا التفسير خطئ تماما ديسمدي اول واحد عندما اعملت اشعة الشمس على مدار السردان فانها تتعمل رأسيا على الاسفل سير مش قفل طيير اشعر المحل ومعبد وعايزة ليش هي علاقة من كل اشعاتها داخل اي معبد طبعا باستثناء باستين اللي الاسفل وخط الكورة العرضية لاستقدام هذين تاني حالة الحقيقة التلاكية انه تتعمل اشارة الشمس على مدار الصيفي واحد وعشرين ستة وليس في واحد وعشرين كام ديسمبر قدوالكم واحد وعشرين ستة مش واحد وعشرين ديسمبر وذا القضاء رقم الخامس الناس كلها بتقول اشعة الشمس تتخل كل معبد حتى لنازل فمن بدي في ووية ظاهرة في العدن من المحل نستجد من دول هذا كلام خاطئ تماما فاشعة الشمس عندما تتخل معبد او منزل لا تكون عمولية على كمسار او طحافة او مشهد او منظر محذر هنقول عمولية على التماثيل فهي تدخل بذاوية مائلة افقية مائلة افقية يعني معنى ليست عن محر المحر او عاصم دينا بدل المعبد ان البيت ما سنت وكف عن جن الفيط ولا تدخله رأسيا تبع الرأسيا من فوق التحت لليه كلمة التعامل التايد لها لخباق الخنس الخوأ السيد مرات تقوله تعامل ومرات تقوله اختراق طبعا كل الكلام ده قاطئ باستسماء كلمة استفق ليه لانه بالتعامل يبقى على التماثيل او على وجه رأسيش التاني زمنه الاستفاة اللي هو اسمه انلايمن بولي ايوات لي من قل لكم معنى موحزات بسوط بيها موحزات عن المحور والمعبد يعني شعر الشمس المسي عن مفس المحور وليمة افتراق طبعا بيكلمة قارص الاستراق منها قارق العادة اي خالف خالف بالمعتاد او خارق صبوف العدو اي تدوز حتى كان من تفتراق خطأ بيكلمة تحديدا في القرن بيقول تقترق معبد القرن لا طبعا الكلام ده مش او المصطلح نس ده رقنس رقنس بيقولوا انها مرأميزة فلق هو الفلق اصبح لغف اجاسي هنوكن بيقول ابداع لبنقولش اجاز اجاز انه شو ممكن يحصل لبنه هو ابداع لبنه هو حصل حصل ازاي هنجد تقديره خسابات فلاكية وخسابات طبوبرافية وعم يجيز تانية بكير خاصة بنحط المعبد وواحد المالية وانشئية وطيها فنقول ابداع منقولش ايه منقولش اجاز ايه الخطأ الثامن يومي التعامل ده اللي قد في البداية فانس بالسواد القبق التاني يومي التعامل مغفتارين والمحطانين عمدا عمدا يعني ايه الكلام ده الف بقفلت ان يقض من الاثنين تم توجيه المعبد ايه واحد من اليمين والتاني جاء او حدث بالتبعية حيث يكون المجموع الاثنين نشر شهر يشرحت امريكا بك مشرح المرة اخيرة بمعنى لو شهر فبراي اول مقصود هو شهر اتنين يبقى التاني ناشر من قص ينسى هو عشرة باكتوبر طب العكس لو احدى اه كان من المقصود هو شهر عشرة ان هو اكتوبر هيبقى تناشر من قص عشرة يسوي طبع اقول لكم حاجة هلاسل من كده طيب لو سيبكم شهر اتنين شهر عشرة الجحسة فامس ان لو هتخيلنا في مكانه انه الظاهرة بتحصل شهر ثلاثة من شهر كامل من شهر اتنين يبقى حنقول اتناشر من قص يسوي كامل يسوي تسعة يبقى اذا المرضى التاني هتبقى شهر كامل هتبقى الشهر تسعة مش كشهر ده لو احنا خلينا الشهر السيادة واحد يعني بدل شهر اتنين بقى شهر كان طب لو خلينا يناير يحب اتناشر من قص واحد تحصل شهر وشهر تحصل شهر لنوفمبر اتمنى في النهاية اكون وضح بفساد سبب بصواحش شديدة جدا لان الكلام اللي هو انا باعتبره كلام غير علمي بالمرة اللي قاله الدكتور ميسرة لانه يعني احنا عنينا حاجة مهمة بالفرق والتصورات العلمية والتصورات العامية هو للاسف استخدم تصورات عامية بالفرق ماستخدمها لاستخدمش تصورات علمية العامية التفسير جزء من الادراك المسبق للظاهرة مسبق قدو بال هنا الفراضيات اللي بتحضد العلم هنا العام التعناقض والتغيب حسب الموقف لانه انا بلفت الحاجة حسب ما تمشي على اللي نعرف وضحت يعني فنت اللي هو قاله بوسط المبيانات اللي نشرح التصورات العامية هي التزامن على انهم يعقس رقاء سببية اوكي لكن التصور العلمي التميج بين التزامن والسببين التصور العام التركيز على المفتوى وده اللي عمله لكن انا تفتيز على اتشاف وصف العملية اشرح لكم العملية الفلكية كلها التصور العام بيميد للتفسيرات الشفسية طبعا لو بنظر الشفسية مش علم لهو ولا ابي كده اللي قال انشطفة منتفسرش معابد تانية او سن بدور وحيد كده اما التصور العلم وهو الوعي بالعوامل الموقف نوقف يعني تصورات العام طبعا عدم الوعي من مبادئ العلم طبعا اه قد تول ما اصار واللي قال فورد فورو واشو فور بسند دول ما عندهم شكرا عن الفلد لكن انا بتكلم بتكلم العكس تصور عيني ليه لاني عندي مبادئ العلم بتاع الفلد ادعو احدى تصورتها العلمية عدم السعي لبناء نظرية واضحة قوية بعكس تصور العلمي الهادع منها بناء نظرية واضحة قوية ده اللي عملته في الشاشة بقوله انا اوضح في نظرية واضحة عنمية ومن معلور بيأس للزان وليه اه اختم المعضور ده بحاجة واحدة بس هقولها اعتقد ان انا هتح انصف بعتها الباب الاصل المعفد بيلعب نشك كان الباب هو الصغير اللي انتو شايفين مش الكبير العالي اللي انتو شايفين الكبير العالي ده عمل بعدين عشان يسمح لشواعي الشمس بالنبنو ايه الدليل بتاعي فوق خالص تقوم تصطبع من الجاي هنا في الصورة في عارضة من الخشب وحطين سيك عشان الطيام متدفلش عشان الباب الخشب ده بيشواص للنهاية ان المنكاي كان هايبقى كبير ضد ده وصعب طبع تبتل وافن فادي العرض ايه ده العرض اللي بأيكم عليها وده الجزء المفروض ده الشبك اللي معمول عشان الاصفير وضعي متدفونش شايفين هذا الخط شايفين في الانصال التانية فين فتخيل في قدس الاقداس فين يدوبك يجي على التنساء وانا عني عامل فيه التلام ده انه فعلا مع ارتفاع الشمس في القفل هزا الخط ده بينزل تحت منوصل التنساء بطبع واضح انه مش يوم تقوي الشمس عشان كده شايفين الشمس على الجنب شمس الناحية التانية على الناحية الشمال اهي اوضح هنا واده الخط اللي بكينمكم عليه اهوب هيوصل لجنوبك عن بالكنساء يعني ده اكيد اللي انا بقول ونوسع الباب عشان رفول الشمس الحاجة الاخيرة هادي عندنا الجنوب والشمال واردي الشر واردي الزاوية بتاعة ابو سنبن اللي بتاعة 22 اكتوبر اقصى الجنوب للشمس بتوصله في الشتاء اقصى الشمال للشمس بتوصله في الصيف عشان كده عندنا احنا اي معبد ضبون في هذا المدى بتدخل الشر من الشر الحقيقي الى 23 درجة ونوس تقريبا الى الدلوب منها او 23 درجة ونوس الى الشمال منها ابو سنبن تقريبا على حوالي 10 10 ونوس درجة الى الجنوب من الشر اكمل اتكون استمتعتي ورحب بأي اسئلة او استمتعتي